السلام عليكم صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام أهلا وسهلا بكم لبنات نورتوا وشرفتوا الدار داركم ونرحبوا بالمشتريكين جديد أهلا وسهلا نورتوا نهاركم مبارك لبنات نهاركم مليء بذكر الرحمن والقرآن إن شاء الله كامل تكونوا بخير وصحة وعافية أنا الحمد لله ربي دومها عليا وعليكم إن شاء الله اليوم عندنا وصفتين شربة العدس الأحمر ومادلان صالي نبدأ مع المقادير وطريقة التحذير بسم الله على بركة الله عندي كمية من العدس أنا عبرت بهذا البول أنا دايما نعبر به عندي حبة كرجات حبة زرندية حبة بطاطا عندي مغرف كبيرة طماطم مصبرة زوج سنينة ثوم وكمية من الدجاج التوابل عندي مغرف كبيرة راس الحانوت مغرف كبيرة فلفل عكري مغرف كبيرة ملح مغرف كبيرة كركم مغرف صغيرة زنجبيل مغرف صغيرة فلفل أسود وزوج مغرف زيت بالنسبة لعدس نشله بالماء ونخليه يكتر ونجيب طنجرة اللي نطيب فيها ندير فيها زوج مغرف كبار زيت وكما تعودتوا عليها أنا ما نكثرش الزيت والتي تبغي تزيد تدير ثلاث مغرف زيت ونزيد ندير الكمية العدس اللي كنت شللتها من قبل وكمية العدس ديروا على الحساب عدد أفراد العائلة تحكم ونزيد معاهم زوج السنينة تثوم نستكرفجهم بالكرفاج ندير كامل المكونات مع بعض بارد في بارد وراني ديرا في كسرون الماء ونخليه يغلبان من رقبه ونزيد معاهم حبة كرجة ولا جريوة ولا القرعة كل منطقة وكيف يقولون لها نقطعها إلى قطع صغيرة لبناء تنذكر نفسي ونذكركم دايما كي تبدأوا تخدموا في كوزينة ما تنسوش الحوقالة والاستغفار والصلاة الإبراهيمية والأذكار الصباح والمساء وكرروا هذا الدعاء اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك نرجع للوصف عن قطعهم كما راكم تشوفوا إلى مربعات صغيرة ونزيد ثانيا نقطع زروندية أو الجزار إلى قطع صغيرة كما قطعت الكرجة بنفس الطريقة إلى مربعات صغيرة من أجل أنها الطيب لي بسرعة بس كل عدس ما يشتش في الطيب بالخافي طيب ونزيد البطاطا ثانيا نقطعها إلى قطع صغيرة جربوه لبناء بهذه الطريقة يجيب الزف بنين وهو صحي ثاني وفيه عدة فوائد وفيتامينات معارها برد الحال يجي ما شاء الله هلهم غيثا نافعا غيرا ظارا ونزيد معاهم مغرف كبيرة طماطيش تارقط ولا طماطم المصبارة وهذه كيف تتتع الجج كما تقدروا تستغنعوا على الجج تماما ونزيد معاهم التوابل كالتالي ملح فلفل عكري كوركم زنجبيل فلفل أسود وراس الحانوت ونديرهم فوق النار يتقلعوا على نار متوسطى نقليهم ممليح حتى تتجانس كل المكونات مع بعض وبدن من رقب المسخون كمية الملين ديرها حتى عند يد الطنجرة ونحبس ونغطي الطنجرة ونخليهم حتى يتبلي كامل الخضرة ونحن نحضر مادلان صالي نبدأ مع المقادر وطريقة التحذير بسم الله على بركة الله عندي 60 غرام زيت راني عبرتكم بالكاس بالنسبة لي ما عندهمش الميزان عندي 100 غرام حليب 200 غرام فارينة 1.5 خميرة كيميائية وخميرة الحلويات أي مايو عاديل 15 غرام باطاطون بدون زيت مورف صغيرة خردل مورف صغيرة ملح نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود ونزوجوا حبات بيض في الغي سي بيو للباسينة الأورنج كما راكم متعودينها لأختكم نديروا زج حبات بيض أول حاجة ندير كامل المكونات مع بعض نزيد لهم الزيت وندير الحليب كي تعبروا بالكاس الحليب يكون كثر من الزيت بسكو الحليب راهمية الغرام والزيت راستين غرام ونزيد الملح ولفل أسود متاقت والطن ونخلطهم كامل بالفوي نخلطهم كامل مع بعض حتى تتجنس كل المكونات تقدروا ما تديروا الشطو وديروا في بلاستو الجاج والزيتون لكم الاختيار والموجود في الدار ونزيد معاهم 200 غرام فارينا وباطة ونصد عخميرة كيميائية أي ما يعادل 15 غرام ونخلطهم كامل بالفوي حتى تتجنس كل المكونات مع بعض تقدروا ثاني في بلاستو الطن ديروا فيونداشي هذا هو القوام اللي نتحصل عليه ونفرغ هذا الخالط في لابوش بيتساعدني في الخدمة وجيني الخدمة نقية ولي ما عنده لابوش تقدر تستعمل غير مغرف عادي وهناك تفرغوا الخالط في لابوش من الأفضل أنكم تستعملوا سباتشيول بسكوهية راح تفرغ لكم كامل هذك الخالط ونكون نشعلت الفرن مسبقا على 180 درجة ومدة الطهية تكون من 15 دقيقة إلى 25 دقيقة كتدبيرة ديري مغرف فارينة ومغرف الزيت وخلطهم كامل مع بعض ونجيبوا البانسو ودهنوا بهم المول عوض ما تديري المول فيه الزيت ومبايت ترشيه بالفارينة نديري هذه التدبيرة راح تساعدكم وتجيكم الخدمة سهلة ما شاء الله هذا هو الخالط اللي تحصلت عليه نجيب بانسو وندهن كامل هذا المول هذه الكمية خرجت لي 10 حبات وانتم تبغي تزيدوا وضحفوا المقادير بعد ما ندهن المول كامل نجيب البوش اللي عمرت فيها الخالط ونفرغ هذا الخالط في المول ما نعمره حتى للفوق بسكوه فيها الخمارة راح يطلع عنه ويضعف الحجم التاعه نكمل كامل نعمره بنفس الطريقة نعمرهم كامل نهزهم بهذه الطريقة بهجوني كامل مستويين ونزينهم من الفوق بفرماج رابيانا نستعمل نابولي جربوه البنات بهذه الطريقة يجيب ما شاء الله وهنا ندخلهم للفور وبعد ما طابوا ليشوفوا يتنحوا لي بكل سهولة ونقدمهم مع شربة العدس الأحمر هذا هو الشكل النهائي للطبق التعناتع اليوم شوفوا شربة العدس جات ما شاء الله جات خاثرة لا يبارك ومادلان صالي جخفي فهشيش ولدخلت له فيديو الأول مرة نقولك اشترك وفعلي زر الجرس ليصلك كل جديد والضغط على زر الإعجاب لبنات ما تنسوش جام وتعليقاتكم المحافيزة شاهدكم في الجنة أحبكم في الله أخوات الغاليات دمتم في رعاية الله وحفظه في أمان الله مع السلامة